اشتركوا في القناة ومعندهمش ثقافة ومش فاهمين ولا في دين ولا في طب ولا في اي حاجة خالص بس فاهمين ان هم يفتوا بس وفاهمين ان هو ده الصح واحدة تسمع كلام حماتها وتانية تسمع كلام ممامتها وتانية تسمع كلام جدتها كلام كله فارغ ملوش اي اصل بنحاول نوعي على قد ما نقدر ولكن للأسف الشديد في بعض المحافظات وبعض القرى وبعض اماكن موجودة في المدن ولكن بينقصها الوعي لسه بتمارس الفعل الشنيع ده في بناتها اطفالها دول اطفال طفلة الطفلة فجأة بتلاقي ستات يعني مفترية ومفترسة بيتخش عليها واحدة تكتفها من وراء واحدة تكتفها من قدام والتانية مش عارفة تعمل لها ايه وفي الاخر بمنتهى الشناعة والبشاعة يعني بيستقصروا جزء منها كبير وطبعا لو حصل عن طريق داية بتبقى كارثة كبيرة ولا فيه تعقيم ولا فيه داية لو حصلها نزيف البنت داية هتعمل ايه هتعرف تعمل لها ايه بيحصل لها نزيف وتموت بس احنا ما بنحبش نتكلم عن حاجة غير لما تحصل حاجة جديدة احنا بنتكلم عن الختال الاناس بقالنا كتير قوي لكن احنا فيه جد جديد ايه الجديد اللي جد انه فيه حالتين حالتين مهمين جدا حالة حصلت الطفلة طبعا سهير الباتع اكيد كلنا سمعنا عنها سهير اللي كانت من محافظة الدأهلية وماتت جالها نزيف وماتت الدكتور دا خد سنتين سنتين تحكم عليه في سنتين يعني اي دكتور يتحكم عليه في سنتين اقله يتوقف لا هو متوقفش واش شغال لسه زي ما هو زي زي الفل الدكتور دا لهو دكتور رسلان فضل دكتور نسا شغال في محافظة الدأهلية في مستشفى اجل عام لسه شغال لحد الوقت والحكم لحد دلوقت ما تنفسش هو حر طليق القضية دي بقى لها سنة فانا نقابة الاطباء ايه؟ جهة تنفيذ الاحكام ايه؟ الراجل دا لسه شغاله وكمان عنده مركز طبي اسمه مركز الحرامين شغال لحد دلوقتي بدأ أهلية مركز الحرامين بدأ أهلية لسه شغال لحد دلوقتي والدكتور رسلان فضل دا واخد حكمه في سنتين لانه قتل طفلة وهو بيعمل لها عملية الختان الطفلة سهير الباتع ولكن حصل صلح بعد كده بينه وما بين الأب والأب خد فلوس بس فيه حكم في سنتين ومفروض هو يتوقف عن عمله فإحنا ان شاء الله النهاردة هيكون معنا مكالمة مع نقابة الاطباء نفهم الوضع ازاي؟ لان احنا دورنا كإعلام نفهم أما يكون فيه دكتور طليق حر ولسه بيمارس عمله لحد دلوقتي وعنده مركز وبيشتغل في مستشفى عام أجل عام بلد أهلية وهو عنده عليه حكم وحكم ما تنفسش ده معناه ايه؟ عايزين نفهم دي أول طفلة اللي هي الطفلة صهير الباتع اللي كان عندها 14 سنة وماتت وتوفت وهي بيتعمل لها عملية الختان فيه معايا دلوقتي النهاردة طفلة تانية اسمها هاجر عندها أما تعمل لها العملية كان عندها 13 سنة وهي دلوقتي عندها 13 سنة مامتها بتستغيث بتقول لنا الحقوني مامتها كانت متزوجة ومخلفها من زوجها الأولاني ولد وبنت تمام؟ اتطلقت واتجاوزت حد تاني طبعا الأب خلى معايا الولد والبنت اتجاوز واحدة تانية اتربوا مع مرات أب طبعا انتوا عارفين اي حد بيتربى مع مرات أبوه مش شرط ان هو يقابل حنان او يقابل عطف مش اي مرات أب بتبقى كويسة تمام؟ فمرات أباباها على حسب كلام والدتها خدتها في البيت وجابت لها داية مش دكتورة عملت لها عملية الختان فالبنت طبعا حصلها تشوهات وحصلها نزيف الأم معرفتش غير بعضها بفترة رفعت قضية يعني عرف التفاصيل مع بعض دلوقتي بس احنا عاملين الحلقة دي من نهاردة عشان أنا عايزة أرجوكم الأباء والأمهات اللي ما عندهمش وعي اللي بتاخد بنتك تخطنها انت فاكر ايه؟ فاكر ايه؟ فاكر نفسك كده بتعمل حاجة صح؟ يعني الأظهر حرم والطب قال لا انت بقى اللي فاهم يعني؟ انت فاهم أكتر من الدين وأكتر من الطب؟ أكيد انت مش فاهم أكتر منهم أما نطلع ونعمل وعي في كل البرامج وفي كل حتة ونقول لكم يا جماعة الأظهر الشريف حرم قال لا ما تعملوش كده ختاني الإنس غلط وبيعمل تشوهات وبيسبب في تشوهات نفسية وعضوية وما الطب بيطلع يقول بيعمل تشوهات نفسية وعضوية هل انت بتفهم أكتر منهم؟ أكيد ما بتفهمش أكتر منهم فعلى أساس ايه بتعمل كده؟ الناس الكبيرة اللي كانت بتعمل كده زمان ما تدخلوش بتدخلوا ليه في حياة ناس؟ انتو خلاص يعني العلم تطور وبقى فيه والأظهر قال وكل واحد قال كلمته من المتخصصين هل انت متخصصة أكتر منهم؟ عايزة تأذي بنتك؟ عايزة تقتليها؟ عايزة تباحيها؟ أعملي فيها كده